اشتركوا في القناة والبورصات العالمية في جلسة امس واللي اصطرت بشكل واضح على بورصتنا في نهاية جلسة امس الا اننا شفنا النهاردة ان المؤسسات المصرية قدرت ان هي تساعد المؤشر على انه يستقر او يفضل في المنطقة الخضراء دون ان يصل الى المنطقة الحمراء وده على عكس بعض البلدان العربية او البورصات العربية شفنا النهاردة ان فئات المتعاملين الاجانب والعرب كانوا في تخوف او في جاني ارباح من ناحيتهم خاصة الافراد الا ان المصريين والمؤسسات كانوا متجهين للشيرة بشكل واضح احجام تداول تعتبر احجام تداول عالية تخطط المليار او تخطط كمان المليار ومتين اهم القطاعات اللي كان بيحصل فيها النهاردة حركة او ارتفاعات النهاردة كان قطاع الادوية وكان قطاع البنوك وشفنا قطاع التأمين وشفنا ان الاسهم فيها كانت جيدة جدا الا ان ده ما كانش بمعزل او ممنعش ان بعض القطاعات زي قطاع العقارات انه يرتفع بشكل جيد النهاردة طبعا احنا بنتوقع في الفترة اللي جاية لان طبعا في بعض الاخبار اللي بتعتبر جيدة في الفترة الحالية زي اولا استمرارنا في انوطة الخمستاشر الف بالرغم من الاخبار الاسواء العالمية كمان بسبب انخفاض الفايدة او قرار البنك المركزي بخفض الفايدة البنوك ثالث حاجة ان احنا عندنا بعض المشاريع الاقتصادية والمكاتب الاستعلام اللي بتأثر على اللي بتساعد على الاستثمار والمفوض تأثر على الاقتصاد بشكل عام وعلى البورصة ففي اخبار ايجابية ممكن تساعد البورص على انها توصل لخمستاشر الف وخمسمائة وخمستاشر الف وثمانمية الا ان الخبر الوحيد اللي ممكن يأثر سلبا على البورصة المسائية في الحالة في الوقت اللي احنا فيه وهو الانخفاض الاسواء العالمية بشكل اكبر من كده واللي بنتوقع ان ما يكونش تأثيرنا فيها اقوى او بشكل قوي زي ما حصل في الفترات اللي فاتت وبالتالي احنا طول ما احنا فوق نقطة لخمستاشر الف فاحنا نعتبر في منطقة اامنة اشتركوا في القناة